بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والرحمة الرحمن الرحيم خطأ كبير أو أخطأ كبير أفعله كثير من الناس في شهر رمضان يخسرون بسببها ثوابا عظيما جدا سيبكون عليه داما يوم القيامة يعني أقسم الله العظيم قسما أحاسب عليه ومن القيامة أن الذين يفعلون هذه الأخطاء استخفافا أو جهلا سيبكون داما يوم القيامة على هذه الأخطاء كثير من الناس يصلي نصف صلاة الترويح ويخرج من المسجد كسلا ولا يتم صلاة الترويح مع الإمام يضيع أصاب عظيم جدا منه من اليمن شابك عليه داما ذكر الإمام الترميزي وهذا الحديث صحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة من صلى مع الإمام صلاة القيام خلي بالكم من صلى مع الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم على صلاة الترويح في شهر رمضان من صلى مع الإمام صلاة القيام حتى ينصرف كتب له بها قيامه ليلة قيام ليلة كاملة يبقى حتى هنا حرف الغاية ده هنا ده شرط حتى ينصرف يبقى الإنسان اللي هو زي ما كتير من الناس بيتعمل بيصلي وبيصلي أربع ركعات ويطلع مش هياخد لسواب لأربع ركعات دول أو ياخد سواب ربع ليلة أو تلت ليلة بالكتير واللي هيكمل مع الإمام لغاية ما يخلص ويحضر الوطر ركعات الوطر هيكتب له قيام ليلة بحدا طب السواب اللي بيضيعه ده اللي انت بيضيعه ده بيسوا الدقفل في ميزان يوم الإمام ذكر ابن خزامة في صحيحة والخزامة صحح الحديث اللي ما ذكره في صحيحة وكتب إن صحح الخبر فالحديث ده لا يقل عن درجة الحسن بإذن الله وحديثه الصحيح يا أيها الناس قد أظل لكم شهر كليم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله سيامه فريضة وجعل قيامه نافلة أو جعل سيامه فريضة وجعل قيامه تطوع من تقرب فيه إلى الله بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواء ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواء فإذن تقص قولي الأعمال على هذا لو أنت قعدت مع الإمام صليت مع الإمام لغاية ما بينتهي الإمام معنى كأنه أنت في الحقيقة بيتكتب لك قيام سبعين ليلة في أيام غير رمضان سبعين ليلة يبقى أنت لو طلعت وتجدت هذا الخطأ الكبير فوضت على نفسك صحاب عظيم جدا اللي مش هكتب لك إلا شوية اللي انت صليتهم بس مع الإمام طب فيه بعض الناس خطأ في التقدير يعني هو مش كسل ولا حاجة بالعكس ده هو عندهم إيه إنه صلي كمان في صلاة التهجد عشان ما يضعش عليه الصواب العظيم هقول لكم دوقتي الصواب العظيم في الصلاة التهجد في رمضان هيبقى إزاي لأنه في غير رمضان صوابه عظيم فإضرب بقى الصواب في سبعين في رمضان فهو الرسوس على عسام ألف الحديث اجعلوا آخر آخرة صلاتكم وطرة يعني يازم آخر السنة آخر رقعة في الصلاة القيام اللي بتقول وطر وقال عليه الصلاة والسلام لا وطرانة في ليلة واحدة يعني مش ما يفعش أنت تصلي رقعتين وطر في ليلة واحدة فبعض الناس خطأا في التقديم بيعمل إيه لما يلقى إمام خلص صلى الترويح والقيام وصلى الشفح وحيصلي رقعة الوطر بنحطلع من المسجد هو بيقول لك أنا حصلي بالليل صلاة التهاجد فلازم أوطر بالليل فما التالي ما عودش مع الإمام ضيعت منك فوضت عليك الصواب العظيم لأنك ترعت قبله إيه لذلك إمام محمد بن حمل كان ما كانش يطلع من المسجد إلا ما الإمام بيخلص تماما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في هذا قال ما نصلى مع الإمام حتى ينصرف مش كلماتكم مش حتى أقولي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ده كلام مجازي يعني عايزا لغات ما الإمام يطلع من روك الجامعة كنت بقى له القيام الليلة والقيام الليلة دي نحتسبها نحتسبها على الله سبحانه وتعالى بسبعين الليلة في غير أيام رمضان جائزا طب نعمل إيه يبقى لازم تستنى مع الإمام وتصلي معه الوطر طب حافرد أنت عندك نية تصلي صلاة التهاجد بالليل هتصلي الوطر أول الليل معنين تصلي التهاجد أولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجعله آخر صلاتيكم مترا مش معناها أنت لو صليت بعد الوطر هتأسم بالعكس هي معناها إيه معناها السنة كده فانت لو بيغلب على ظنك أنت مش هتقوم بالليل يبقى خلاص هتصلي ركعة الوطر أول الليل وخلاص لكن لو وقت صليت ركعة الوطر أول الليل وربنا سبحانه وتعالى بعثك واستيقظت في السلسة الأخيرة من الليل وليت عندك القوة أنك تصلي مش هتصلي عشان أنت صليت الوطر لا تصلي تصلي لكن هور الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه يقول لك لو أنت متأكد أنت مش هتقوم بالليل يبقى خلاص صلي الوطر لو أنت بيغلب على ظنك يبقى أجل الوطر يبقى أنا عشان طب أنا أخرج من الموضوع ده إزاي أصلي ركعة مع الإمام أصلي ركعة الوطر مع الإمام وما سلمش أروح قايم وجايب ركعة تانية يبقى ركعة الإمام دي منسبة لأنها الوطر دي منسبة لأنها ركعتين مش ركعة واحدة يبقى أنا حتأخر على الإمام بالركعة يبقى أنا مش هتسلم مع الإمام هقوم وجيب ركعة تانية يبقى هنا كده أجلت الوطر بتاعي للسلسة الأخيرة من الليل وصلت مع الإمام من غير مخلص ونصرف وضمط بإذن الله نكتب لقيام الليلة بحالها وإلا حتضيع منك الصحاب العظيم هتخسر كده ما يساوي قيام سبعين ليلة بغير رمضان ما يساوي قيام سبعين ليلة في رمضان وده سواب عظيم جدا هتبكي عليه دمان وهتندم عليه أشهد الندم يوم القيام دي أول خطأ بيعمله كثير من الناس سواء كان عنده أنه يصلي بالليل وبعض الناس برضو خطأا لما بيكون فيه أكثر من إمام بيصلي خصوصا في الحرم يصلي مع إمام منهم ويطلب ويكملش الصلاة مع الإمام التاني ماينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيقول مع الإمام حتى ينصرف معناها لغاية ما الجامعة يضلم والناس والمسجد يتقفل وإذا كان يصلي إمام أو اتنين أو تلاتة لغاية ما صلاة الترويح تنتهي تماما مش معناها إن إمام واحد يخلص فلو صليت مع إمام لغاية ما خلص والإمام التاني حيبتدر روح تطالع مش هكتب لك قيام ليلة لازم تصلي مع الغاية مع الغاية ما المسجد يغلق تماما هو ده الشرط تكون مع الجماعة الترويح لغاية ما تنتهي عشان الكتاب القيام ليلة بحالة ده الخطأ الأول اللي بعمله كتاب للناس الخطأ الثاني التهاوم من صلاة المغرب صلاة المغرب في المسجد في رمضان بتسوي إيه صلاة المغرب في رمضان بتسوي سابعين حجة إلى بيت الله الحرام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من من توضع فأحسن الوضوء ثم خرج من بيتي لا يخرجه إلا الصلاة كان له كأجل الحاج المحرم وفيها وفي حديث ثاني في الإمام الترميزي من صلى من صلى جماعة في المسجد كنت بدت له بها حجة إلى بيت الله الحرام يبقى إذا أنت بتاخد سواب حجة كاملة طب طب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عمرة في رمضان بتاعدلوا حجة تماعي عمرة مش لازم تكون عمرة حقيقية مجرد أن أنت تقعد تصلي الفجر مجرد أن أنت تقعد بعد ما تصطي الفجر تنتهي في الجامعة بغاية ما تطلع الشمس بيتكتب لك في غير رمضان بيتكتب لك عمرة فالعمرة دي بتسوي في رمضان تسوي حجة محجة ومحجة مع رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدلوا حجة معي في رواية تعدل حجة ورواية صحيحة وفي رواية تانية صحيحة تعدل حجة معي لكن رسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا وكانك حاجة معه بل سواب في ميزان عملي ازاي مليان. ده يوريك هو سواب الناس اللي بتصلي الفجرة في الجامعة كل يوم وتقعد غد بتطلع شمس كل يوم. يبقى كل يوم بيحجة مع رسول صلى الله عليه وسلم بياخد تلاتين حجة مع رسول صلى الله سلم. شوف الصلاة العظيم. اللي ما يدعوش انسان عقل. طب يا. طب الصلاة المغرب بتسوي ايه? الصلاة المغرب بتسوي في غير رمضان حجة الا باية الله الحرام. يبقى في رمضان بتسوي سبعين حجة. فبعد كتير من الناس يقول لك انا جعان. ما ينسلش يصلي مغرب في الجامعة. يقعد في البيت. وهي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي. ايه ياخد يأكل طمارات وينزل يصلي المغرب. ويتجاوز فيها ويطلع تاني يفتر بعد كده. هي دي السنة. يش السنة ان انت صلاة مغرب واحدة في الجامعة. في شهر رمضان. افضل من صلاة الترويح طول شهر رمضان من الاول لاخره. في الميزان يوم الهام. دي لها مبالغة. انا انا اوبالغ. يبقى انت بضع منك صحب عظيم جدا. لو انت اللي بيصليش المغرب في الجامعة عشان جعان ولا عشان اه على بعضك ازا بيقوله. انت بضع صحب عظيم جدا. حتى انت معليه اشهد الندم يا مقيم. ده الرسوس اللي بيقول ليه في الحديث. بيقول ليه. من جلس مجلسا. او صار في طريق ساعة. او صار في طريق ساعة. لم يذكر الله فيها تعالى. ولم يصلي فيها على نبيه. كانت عليه حصرة. وطرة يوم القيامة. وان كان من اهل الجنة. يعني لو عدت عليك ساعة. او جلست في مجلس. ما ذكرتش في الله سبحان وتعالى. وما صلتش على نبيه صلى الله عليه وسلم. كانت عليه حصرة وطرة. حصرة يعني ندم شديد وحسن شديد يوم القيامة. وطرة. قال العماء. كان حقا على الله سبحانه وتعالى ان يثقر منه. الا ان يخفر الله سبحانه وتعالى الله. يعني ساعة تعدى عليك. ما بالك باب الصلاة. وصلاة فشهر رمضان سبحانه وتعالى. فشهر رمضان. ده الخطأ التاني. زلك صلاة الفجر في الجامعة. كمان. اعظم اعظم ثوابا. صلاة الفجر في الجامعة. بتسوي ايه يا كمان سبعين حجة. مشكلة بس. ده صلاة الفجر في الجامعة. بتسوي قيام سبعين ليلة في غير رمضان. اقول لكم الدليل. دليل ان سيدنا عصمار المعافان قال. ما نشاهد الفجر في جامعة. كان كمن قامة الليل. بس ما سكتش. كان كمن قامة الليلة كله. مش الليك بس الليلة كله. في فقر كبير من ان كتب لك قيام ليلة مجازا. وان انت تاخد قيام ليلة حقيقة. زلك سيدنا عمرو بخطاب كان يقول لان اصلي الصبح في جامعة. احبوا لي من ان اقيمة ليلة كاملة. يعني انت لو قفت على رجليك طول الليل عشر ساعات او تمن ساعات ما نمتش. مش هتاخد ربع ساعة بتاعت صلاة الفجر. ده في غير رمضان. ده في غير رمضان. ده غير كمان صلاة الفجر في رمضان او في غير رمضان. بتديك النور العظيم اللي حيدفعك تمر كالبرق او كلمح البصر على الصراط يوم القيامة اللي بيدرب على متن جهنم وبكون ادق من الشعرة وحد من السيف. وهيكون اسعب محنا يوم القيامة. بشر المشاقين في الظلم بالنور التام او بالنور العظيم يوم القيامة. فالناس اللي هيكون معهم نور العظيم هوما اللي بيحافظوا على الصلاة الفجر كون اليوم. ده في غير رمضان فبال يبقى نقاق شهر او لو ضيعت ساعات فجر واحدة في الجامعة في شهر رمضان بطنت منك سباب سبعين حجة. وضغعت منك سباب قيام سبعين ليلة. لان الساعات الفجر في الليل في رمضان بتسووا سبعين فجر في غير رمضان. كان ما نقدى فيه فريضة كما نقدى سبعين فريضة في فريضة فيه مسؤولة. طيب فيه صلاة الفجر في الجامعة ما بتسمي. زي ما بتكلم بكده بالدليل. صلاة الفجر في الجامعة بتزود من راسك في الجنة في غير رمضان. هقولي خمسمائة مليار او الف مليار كيلومتر مربع. عارفين ليه? لان اللي بيقوم بالف آية في قيام الليل في ساعة ونص او ساعتين بيكتب له قنطار من الاجر. والقنطار كما جاء في الحديث صحيح. قال رضي الله عنه الرسول قل باصله اللهم قال الرسول قلoma في لايلي بعشر ايات لم يقتع عند الله من الغافلين. ومن قام بنائة اية كتبة من القانتين. ومن قاما بالف اية كتبة من القانترين. فقال ومال قلق نطار رضي الله. قال القنطار الف ومئتان اوقية الاقية خيره مما طلعت علي الشمس وخيره مما بين السماع والارض. قال اللهم قالوا ايه. الاقية دي عملة في الضية فيلوس. يعني كأنك كان عندك كنت تملك الارض كلها وتصدقت بيها لله او كان عندك عندك ارض وقف لله سبحانه وتعالى جعلتها وقف لله يوم ربنا يازم يديك قدم ساحة الارض كلها يوم القيامة اضرب في الف ومتين وساحة الارض نصف مليار كيلومتر مربع اضرب الكلام ده في الف ومتين يبقى سوات فاجر واحدة بتزود ميراسها في الجنة بغير رمضان خمسمائة او ستمائة مليار كيلومتر مربع يوم ساحة دي كلها مليانة أصور ومليانة حرعين ومليانة ولدم وخلدين ومليانة شجر ومليانة نخل ومليانة ماء علامة الله سبحانه وتعالى اضرب الكلام ده في سبعين اضرب الكلام ده كله في سبعين يعني اربعين مليار احنا بقول الف مليار لا ده مش الف مليار اربعين الف مليار او خمسين الف مليار كيلومتر مربع اضرب الكلام ده في خمسين او في ستين او في سبعين ده سواب سوات الفجر في رمضان والنور العظيم النور العظيم ينترى إلا 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 حاليك تمر كالبرق أو كرامح البصر عشان توصل إن شاء الله للفرده وصل الأعمى وإلا تمشي تترنح على السراط اللي هو أدق من الشارع وحد من السيف السراط ده أصعب موقف يوم القيامة لذلك ربه يقول في صوت المرسلات إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر فكلنا هنمشي على السراط ده يوم القيامة وإن ملكم إلا واردها كان ربك حتما مقضية تمناجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جيشتية ديبقى كلنا هداخد نور على قدر عملنا وعلى قدر صلاتنا في المسجد العشة والفجر بشر المشيئين في الظلم بالنور التام أو بالنور العظيم أو في رواية بالنور العظيم من القيام في غير رمضان بيضاع منه النور العظيم من القيام ببقى في رمضان اللي هي بسبعين حجة وفي قيام سبعين الليل محروم اللي بتروح منه صلات فجر واحدة في الجامعة محروم من الصلاة العظيم عايبكي دمان يوم القيام طيب ده صلات الفجر في الجامعة وفي مراسع العظيم وفي النور العظيم ربنا حدولك في الجامعة نجي بقى صلات التهجد نحن نسعيلين اللي بيقوموا ألف آية بيتكتب له قنطار والقنطار ده بتاخده في ساعة ونصر صلات التهجد ايه في غير رمضان عشان تعرفه في رمضان اللي ما بيصليش التهجد يبقى اللي ما بيصليش الوطر عشان انه يصلي الوطر بلدة كويس جدا انه عنده نية انه يصلي صلات التهجد في شهر رمضان لكن هو أخطأ في انه هو ساب الامام وماصلاش معاه راكعة الوطر وحرم نفسه من الدعاء الطويل اللي بيكون في راكعة الوطر وضيع على نفسه الصلاة العظيم انه يكتب له كام ليلة بحالها بانه يستمي السلام على الامام طب صلات التهجد في غير رمضان عشان ندرب السبب ده في سبعين في شهر رمضان اولا ربنا سبحانه وتعالى عندما خاطب الرسول قال له ايه قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود في سورة الاسراء يبقى ربنا سبحانه وتعالى سب كل منقب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى هنا للتأكيد ايه يبعثك ربك مقاما يا محمد لن تصل الى المقام المحمود يوم القيامة الا بصلاة التهجد لذلك صلاة التهجد في حق رسول صلى الله عليه وسلم كانت واجب وما كانتش سنة كان لازم يقضيها لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري ما متركش قيام الليل قد متركش صلاة التهجد الليل التنبس والسيدة ايه شاءلت في الحديث الصريح انه كان بتوعك او بتعب الليل كان بيصلي دوحة 12 ركعة ليه بيصلي دوحة 12 ركعة عشان يعوض للي بيصلي دوحة 12 ركعة بيكتب القيام ليلة بحالها فكانت كان الرسول اذا اصابه وعك او مرض صلى دوحة 12 ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من صلى بين الصبحة والدهر كان كمن قامة بعد العشاء ومن قامة بعد العشاء كان كمن قامة ليلة القطر يبقى لو بيصلي دوحة 12 ركعة بيكتب القيام ليلة بحالها وبيتبرن له اصل عظيم من الزهب الخالص في الجن زلك الرسول صلى الله عليه وسلم في المرات القليلة اللي كان بيتعب او بيصليش قيام صلاة التهاجد كان بيعوض ده بده صلاة الضحة اتنشر ركعة عشان يقضي صلاة التهاجد ولازم انها كانت واجب في حقه مش سنة مؤكدة زي ما يعني انا احنا سنة مؤكدة لكن في حقه هو كتواجب لازم لازم لقضيه لان ربنا شرط عليه عشان توصل للمقار المحمود والمنزلة عالية جدا لازم 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 تتهجد وان الليلة تتهجد نافلة لازم صلاة التهجد صوابها ايه اول حاجة لفردوس الاعلى اللي بحافظ عشان التهجد كل يوم اقول لكم الدليل والخيول الزهبية ده في غير رمضان فما لكم بقى في رمضان حديث صحيح ذكره امام السيوتي في الدور المنصور وذكره موجود في كتب كتب السنة عن علي بن ابي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنة لشجرة يقال لها طوبة يخرج منها حلن صفراء ونبيضاء ويخرج منها خيول ذهبية مصرقة بالدر والياقوت لا تبول ولا تقوت خطوها مد البصر لها اجنحة يطير بها اهل الجنة حيث يشاءون فيقول اهل الدرجات الادنى يا رب اعطيت اخوانا لما لم تعطينا فيقول رب العالمين انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون انهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون او تفطرون انهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون انهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون تعالوا بنحل الحديث ده الحديث ده له خمس طرق كلها صحيحة ان في الجنة لشجرة يقال لها طوبة دي الشجرة الام اللي هي في الفردوس الاعلى وبينبسق منها الحلن والملابس بتاعت اهل الجنة وبيطلع منها خيول مصنوعة من الذهب الخالص بتطير بسرعة اكتر من سرعة البرق اشبه بالبراق الذي عرج به الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الى صدرة المنتهى واعظم بكسيم من الريح التي كانت تحمل سليمانة الى بيت المقدس خيول زهبية مصنوعة من الذهب الخالص بتطير بسرعة خطوها مد البصر خطوة واحدة منها مد بصر وليه لا في الجنة قال له واحد في الجنة بيشوف مسيلة الف سنة مسيلة الف سنة من وليه لا في الجنة مش من مسيلة نحن هنا في الدنيا الخيول دي بتطير بسرعة قدية اكتر من سرعة البرق كتير جدا سرعة سرعة اشبه بالبراق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بيه السنة المنتهى هتحرم الخيول الزهبية دي لو انت ما بتصليش بالليل شوف الرسول صلى الله عليه في الحديث ان في الجنة لا شجرة وقال يخرج منها حول لون صفراء ويخرج منها خيول من ذهبية مصرقة بالضرن والياقوت محلى بالجواهر لا تبول ولا تغوت يعني ما بتتبول ولا بتتغوط خطوها مد البصر لها اجنحة يطير بها اهل الجنة حيث يشاءون فيقول اهل الدرجات الادنى يبدون ما وصلش اعلى درجات الجنة هم وصلش في الدوس العالم يا رب اعطيت اخوانانا ما لم تعطينا يوم ربنا يعيارهم في الجنة فيقول رب العالمين انهم كانوا يصلون بالليل وكنتوا بتنامون اهل ساطة التهاجو داي اول حاجة في الاربعة ده في غير رم الله عشان تعرفوا اللي ما بيصليش ساطة تهاجو سواء كان في رمضان او في غير رمضان بيخسره فما لا جاء في رمضان انهم كانوا يصلون يصلون بالليل وكنتوا بتنامون ربنا بعيرهم. هم في الجانده بها بعيرهم. انهم كانوا يصومون وكنتو تأكلوه. ده كانوا يصوموا الاتنين. وانتم كنتو بتفتروا تلاتة لبيد تلاتتاشر وبعتاشر وخمستاشر من كل شهر. وانتم كنتو بتفتروا. ده فيها حديث ذكره انا ابو حمد الغزالي انه صراءة سيوم تلات ايام اللي هم الخميس وجمع وسبت. من كل في الاشهر الحرم اللي هم الاشهر الحرم الاربعة. اللي هم رجب وزي القاعدة وزي الحجة ومحرم. سبعمائة سنة عبادة وتسعمائة سنة عبادة. عشان تعافوا قدير بيخسن. فانهم كانوا يصومون وكنتم تفطولون تأكلون. انهم كانوا تصدقون وكنتم تبخلون. انهم كانوا قاتلون وكنتم تجبنون. ده دلوقتي مفيش جهاد في سبيل الله. ده احنا ما مجايتش في سبيل الله. ما فضلش غير التلاتة التانيين. تضيع التلاتة تانيين كمان. تضيع سات التهاجد. ما تاخد من شهر رمضان قطة انطلاق لك عشان تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتحافظ على سات التهاجد. لذا كنت عايز توزن المنازل العالية في الجنة. من ذلك لن يساوي الله سبحانه وتعالى بين الصوامين القوامين المتهجدين المكتهدين ومعين الكسالة المتخازلين المستقفين بالسنة. ربنا سبحانه وتعالى عادل. يبق ازا هتحلم نفسك. من الفردوس الاعلى ودرجته الاعلى في الجنة ومن الخول الزهبية. ربنا بعيرهم. يعني تصوروا واحد في الارض عنده طيارة خاصة او عنده صاروخ. واحد تاني ماشي على رجليه. قولي الله المثل الاعلى. ده بقى اشوفه في الجنة. انهم عطيت اخواننا اداتهم الخول الزهبية ما اديتناش انهم كانوا يصلون بالليل وكنتوا بتنامون. ربنا بعيرهم. يبقى انت فخسرت الخول الزهبية. وخسرت الفردوس الاعلى ودرج. هتخسر درجة عليين والغرف. في غرف والقصور. ربنا مخصصها للصوامين القوامين. اللي بيحافظوا على التهجد في غير رمضان. ربنا اجباه في رمضان. شوف الرسول على سنة بيقول ايه? ان في الجنة يا لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قل لي ما لي يا رسول الله. قال. شوف الرسول على سنة بالايمان. طيب الكلام. واطعم الطعام. وافش السلام. وتابع الصيام في رواية. وادام الصيام في تانية. وصلى والناس نيام. يبقى الرسول على سنة بيشترطه. ان في الجنة يا لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا لمن رسول الله لمن طيب الكلام. او فرواية الان الكلام. واطعم الطعام. وافش السلام. وادام الصيام. وصلى والناس. يبقى عن ابي سعيد الخدري ردعان. قال. ان اهل الجنة لا ترأون اهل الغرف. كما تترأون الكوكب الضرية الغابرة من الافق من المشرق ومن المغربي. وذلك لتفاضل بينهم. قلنا. قال الصحابي. يا رسول الله. يا رسول الله. تلك منازل الانبياء لا يبلغها لا يبلغها احد غيرهم. قال بلى والذي من نفس بيده. بل الرجال امنوا بالرسل وصدقوهم. وهي دي الغرف. خلي بالكم. الرسول العسام يقول ليه. ان اهل الجنة لا ترأون اهل الغرف. يبقى في فرق جبير من اهل الجنة واهل الغرف. اهل الغرف دول اهل الفردوس الاعلى. اهل عليين. المقربين. اسمهم المقربين. اسمهم المقربين ليه? لانهم مفيش فوقهم غير العرش. اقرب ناس للعرش. اكثر الناس رؤية لرب العميس سبحانه وتعالى. عيشوا ربنا كل يوم مرتين. في اعلى درجات الجنة. وانت في الدرجات الادنى في فوقك درجات كتير بتحول بينك من رؤية رب العميس سبحانه وتعالى. لان تراها الا مرة او مرتين في الاسبوع. وربنا اهم اهم. ازا ما حنبين دلوقتي. يبقى حرمت من القرب من رب العميس حرمت وحرمت وحرمت من درجة المقربين. وهتبقى في درجات السفلة في الجنة. من اهل الجنة لا ترأون اهل الغرف كما تترأون الكوكب الضرية الغابرة من الافقي من المشيق والمغرب. ذلك لتفاضل بينهم. لذلك الجنة فيها مية درجة. من كل درجة ودرجة كما بين السماء والارض. فالعماء قالوا ايه? قالوا ناس اللي في الدرجة الاولى. الدرجة السفلة خالص. اللي هو اه اللي هيخشها بقى مين? هيخشها اخر ناس خروجها من النار ولعزو بالله. هيبصوا الفوق في السماء هيشوفهم الجمه وكواكب. الجمه وكواكب دي هي الاصور بتاعت الجنة رقم اتنين. والناس اللي في الجنة رقم اتنين هيبصوا كده في السماء هيشوفهم الجمه والكواكب اللي هي القصور بتاعت الناس في درجة تلتة. زي بالزبط العمارة اللي فيها مية دور. انت بتبقى وقف على الارض. الارض بتاعتك اللي انت واقف عليها دي سقف الشقة اللي تحت منك. نفس الكلام بالزبط. لغاية ما نوصل للدرجة رقمية. اللي هي العمارة ناطيعة السحاب. اللي هي السطح. اللي هي مفيش حاجة فوقها غير العرش. منهم من العرش. اللي هو عرش ربنا. اللي هي الفردوس الاعلى. هي درجة عليين. لذلك الرسول صلى الله سامجي يقول ان لو خرج واحد من مقربين من قصره دوري بنورهم في السماوات يراه كله اهل السماوات. فيقوله خرج واحد من مقربين من قصره. وفي حديث اخر اذا اطل رجل من اهل عليين على اهل الجنة اضقت الجنة بنوري وجه. الجنة كلها بتنور بنور وجه. يبندروا نوره قد ايه ده? كمجرد ان هو يفتح شباك بتاعه في القصر ويبص كده ويبص. الجنة كلها بتنور من نوره. فكل الناس اللي في الدرجات الادنى اللي هو في مئة درجة ودور بيعرفوا انه في واحد من المقربين اهل في الدوصل الاعلى. فتح الباب بتاعه القصر بتاعه وطلع. شوف انت اتضايع منك ايه? اللي بتضاعت منك. للدرجات العلة اللي هي درجة اللي هي الفردوس الى الاعلى والخيول الذهبية. وضاع kald منك الاسور الجميلة جدا الى الغرف اللي بيعرف ظاهرهم بين باطنها اللي هيختص بيها اهل الدرجة العلية. لانك ما مليك الشورد وغني صليش السورس الاخين من Germany. واضف بقى على كده اهم شيء في الجنة. اللي هي التمتع برؤية كثيرا في الجنة التمتع برؤية رب العالمين كثيرا في الجنة شوفوا الحديث التفاوت في رؤية رب العالمين هذا الحديث ذكره الإمام التبراني وحديثه الصحيح إن أدنى أهل الجنة منزلة ليرى قصوره وخدمه ونساءه من مسيرة ألف عام وإن علىهم منزلة ليرى ربه جدوة وعشية يبقى أدنى أهل الجنة مين أدنى أهل الجنة إنه هو آخر واحد خروجه من النار واللي بعد ما هيخرج النار هتغلق تماما محدش هيخرج منها بعد كده خالص آخر واحد بيشوف أصوره وخدمه من مسيرة ألف عام مسيرة ألف عام في الجنة بس إنا خلي بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم مكيفش يصير ترؤية ربنا خالص اكتفى بس وإن علىهم منزلة ليرى ربه جدوة وعشية يعيش في ربنا مرة إيه شوف ما فيش مقارنة بإنك أنت تشوف أصور وإنك تشوف ربنا سبحانه وتعالى لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تذكرتش ترؤية ربنا خالص مع الرجل في أدنى أهل الجنة لذلك هناك أصلا آخر إن أهل الفردوس الأعلى ليرون ربهم مرتين كل يوم إن أهل الدرجات الأدنى ليرون ربهم مرة كل أسبوع لذلك تفاوت لذلك في حديث ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح الحديث بيقول إيه يتجلى رب العميس سبحانه وتعالى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر الخاصة يعني كان ربنا حيطل على أبو بكر في أوقات والناس تاني مش هتشوفه خياساً على كده الرسول صلى الله عليه وسلم هو في درجة الوسيلة اللي هي أعلى درجة هتشوف ربنا في أوقات ما حدش هتشوفها غيره إذا كان ده حال أبو بكر يبقى إذا يعني مش ممكن الصحابة هيشوفه احنا هتشوف ربنا بمفس المعادلة الصحابة يعني أنا رأي أنه حيكون زي ما هو فيه تفاوت في القصور وفي الحور وفي كل شيء لازم حيكون فيه تفاوت حرقة ربنا سبحانه وتعالى لكن لازم نجاهد لأن أعلى شئ أعلى شئ في الجنة هو تمتع بروة ربنا سبحانه وتعالى والشربنا يقول في سنة يونس الذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قطرهم ولا دلتهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خلدون لذين أحسنوا الحسن اللي هي الجنة وزيادة اللي هي أعلى من الجنة اللي هي إيه اللي هي تمتع بروة ربنا سبحانه وتعالى لذلك أعلى شيء وأشرف شيء في الجنة وأمتع شيء في الجنة هو تمتع بروة الله سبحانه وتعالى مفيش حاجة فيه أفضع من كده لأن عشان تخيل جمال الخلق بعمل إزاي إذا كان ربنا يقول عن حر العين لو أن مرأتها من أهل الجنة نزلت إلى الأرض لطمس نورها نورها الشمسي كما تطمس الشمس نور النجوم واحدة من الحر العين بس لو نزلت بالنهار الشمس تختفي من نورها الشمس اللي هي حجمها قد حجم الأرض مليون وثلثمائة ألف مرة كتلة نارية حجمها قد حجم الأرض مليون لو واحدة من الحر نزلت نورها أقوى من نور الشمس أم النور ربنا بعمل إزاي يبقى لما تحرم من رؤية ربنا ما تشوفش إلى مرة في الأسبوع بس عشان أنت كنت إنسان كسول لا ليك ويرد من السيام طول السنة ولا ليك ويرد من القيام ولا بتصلي الليل ولا بتصلي في السلس الأخير من الليل بعدين جاء شهر رمضان كمان وضيعت شهر رمضان طبعا تستغل شهر رمضان وتصلي وتحافظ على التهاجد شهر رمضان جعله نقطة يعني جعله نقطة انطلاق ليك بعد كده عشان توازم وطبعا انت ضيعت منك بقى التماطع بروية ربعامي كثيرا إن ربنا حيتجلى واش هتشوفه هتكون في الدرجات الأدنى هتشوف إيه هتشوف الناس اللي فوقك مش هتشوفهم من لكن الناس اللي في الفردوس الأعلى اللي هم منهم للعرش هم دول هتشوف ربنا كتير عشان انت بكنتش يتقوم يتصلي في السلس الأخير من الليل وحتبقى أقل جمالا ونورا ويهاء لأن كل ما ربنا بيتجلى وانت بص عليه بتاخب من النور ده لذلك وليه الله اللي في الدرجات الأولى في الجنة اللي كان بيحافظ على التهاجد في رمضان وفي رمضان هيبقى عامل زي الشمس وانت هتبقى عامل زي نجمة صغيرة فرق كبير جدا جدا في الجمال ونور والبهاء لذلك الرسوس على صفح قال لها سيدنا عمر إيه عمر سراجه أهل الجنة نور أهل الجنة من شدة نوره كل ما ملتقي في درجات الجنة كل ما بتزداد نورا وجبالا وجبالا وبهاء ده مش كده وبس ده في حديث صحيح الجزء الآخر فيه ضعف لكن معنى صحيح الحديث بيقول ليه عشان تعرفوا قيمة صلاة التهاجد قال عليه الصلاة والسلام صلاتهم في مسجدي هذا بألف صلاة وصلاةهم في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وصلاةهم في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاةهم في أرض الرباط بألف ألفين صلاة والأفضل من ذلك كله صلاة المؤمني في جو في الليل يعني أنت لو صليت ركحتين في السلسة الأخيرة من الليل في غرفة مغلقة لا ركا فيها أحد أحسن ما تصلي عشرين ركعة في الحرم أمام عشرات ألوف من الناس لأن دي أدعى إلى العجب وللرياء لكن دي أدعى إلى الإخلاص وقوة الإيمان يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك في الحديث أن ركعة في السلسة الأخيرة من الليل أفضل من اثنين مليون ركعة وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كون منقب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك بقمنا عشان تعرفوا قيمة لذلك فيه أثر جميل جدا في كتب أهل الكتاب يقول ليه أرحى الله سبحانه وتعالى يا سيدنا داود وقال له يا داود إن لي أقواما أحبهم ويحبوني أشتاقوا إليهم واشتاقون إليه إن فعلت مثلهم يا داود أحبابتك إذا خل الليل إذا جاءنا الليل وخال كل حبيب بحبيبة نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي وجوههم نصبوا إلي أقدامهم يعني يقفوا في الليل وقف طويل وفرشوا إلي وجوههم من السجود يعني يجعلوا وجه خلي وشه دا فرشة وتملقوا إلي بأنعامة وتملقوا إلي بأنعامة يا داود لو أني وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم يوم القيامة لا استقللتها عليهم يا داود لو أنك فعلت مثلهم لا أحببتك يبقى إذن شوفوا الأصل العظيم ده يعني ربنا يقول له لو حطتت الكون كله في موازين الناس دي شوية عليهم لو حطت الكون كله في موازينهم شوية عليهم السماوات السبع والأراضين السبع دي نبزة بسيطة عن السواب العظيم لصلاة التهجد ونبزة بسيطة عن سواب الصيام في غير رمضان اتنين وخميس والتلات روبيت عشان الناس اللي ما بتصومش ومم بتصليش في غير رمضان تعرف وعشان الناس اللي نوبة ما بتصليش السلس الأخير من اللي اللي في التهجد في رمضان ويعرفوا قد ايه واللي حيسيبه صلاة الفجر ويسيبه صلاة المغرب ويطلعوا بره من الترويح ويكملوش صلاة الترويح مع الإيمان هيعرفوا هيخسروا ده في الصحابة والإيمان فأنا حاول أكتملكم الكلام ده في الوصفة على الفيديو ونساقوا هذا الكلام ونشون وشهدر عمي في ثواما عظيم ونعلم علما في أنه أجر ما عمل بيه من القيامة ناقل ذلك مجرم شانتوشيوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليس لكم كل جديد تساعدون عشر سنة رمضان بعيزاً إلي ما بيقومش الليل في شهر رمضان قصات التهجد هيخسر بقى الخول الزهبية هيخسر درجة الليين والفردوس الأعلى هيخسر تمتع برؤية ربعمل كسينة في الجنة هيكون أقل الجمالاً وبهاء نونونا في الجنة بكثير من غيره من المتهجرين وضعفة الثواب من الرقعة الرقعة بتسوي أكتر من 2 مليون رقعة زي ما احنا قلنا دلوقتي فكابلت نشره هذا الكلام نشر هذا الكلام فيه صواب عظيم ونعلم علماً في أنه أجرم ما العمل بيوم كل قول هذا استغفر الله ليولاكم